ببطء شديد تحول العاصمة المؤقتة عدن استعادة الحياة التي تعرضت لدمار كبير حقب اجتياح ميليشيا الحث والمخلوع للمدينة التي وصيبت بالشلل التام نتيجة انهيار مؤسسات الدولة وتعرضها للدمار تراجع الخدمات وغيابها في بعض الأحيان ليس حدثا طارئا وعودة مخاطر الانقطاعات الكهربائية من جديد يرتبط بشكل وثيق بالتدمير الذي تعرضت له البنية التحدية في هذا القطاع الكهربائي وباقي القطاعات الموجودة تحذيرات جديدة افاق عليها مواطنون محافظة مفادها ان المنظومة الكهربائية مهددة بالخروج من الخدمة في حال لم يتم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة بالوقود وفي التفاصيل اضطرت محطة التوليد الرئيسية في محطة الحصوى الى تقليص ساعات العمل من عدة ساعات متتالية الى ساعتين فقط مقابل قطعا للتيار لمدة ثلاثة ساعات بسبب العجز في الوقود وفي سياق ذلك حذر المدير العام لمؤسسة الكهرباء بعدا مجيب الشعبي من صيف قادم قال انه سيكون الاسوأ فيما يخص قطاع الكهرباء في المدينة مؤكدا ان عدن ربما ستستقبل الصيف القادم دونما اي حلول حقيقية يقول المواطنون ايضا ان التيار الكهرباء لا يلبث ان يعود ساعتين حتى ينقطع مجددا ولثلاث ساعات متواصلة وان ساعات الانقطاع وصلت الى خمسة عشر ساعة في اليوم الواحد انتهت الحرب في عدن الا ان بعض اثارها وملامحها لم تنتهي بعد وتستمر ازمة الكهرباء في المحافظة كاحد الهواجس الكبرى التي تؤرق حياة الالاف من المواطنين اشتركوا في القناة